المبارح التقى سيد الرئيس عبد الفتاح اسيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون طبعا زيارة لها أهمية في استمرار وطيرة التشاور وتنسيق الدوري والمكثف ما بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية تم عقد مؤتمر صحفي مشترك تناول تطورات الأوضاع في المنطقة فضلا عن بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وأهم كمان القضايا الإقليمية والدولية المشتركة ما بين البلدين تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة وقراءة وفية عن تصريحات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلونا نرحب بالكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحا رئيس تحريف مجلة السياسة الدولية بتنورنا دايما يستاذ ناجي نورتنا أهلا سيد الرئيسي أريت إزاي الزيارة مبارح زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر بالأمس زيارة في توقيت مهم جدا للإقليم تعكس عمق العلاقات المصرية الجزائرية تعكس رؤية خاصة لأهمية موقع الجزائر في دائرة التحرك المصري في القرى الأفريقية الجزائر كانت أول دولة يقوم فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها في 2014 عقف توليه الحكم إدراكا منه لأهمية الجزائر ودورها في دعم الدولة المصرية في هذا التوقيت والتخفيف من الضغوط التي كانت تتم في دخل الاتحاد الأفريقي وسهمت الجزائر بقوة في هذا التوقيت في محاولات اللي بزلتها بعض الدول لتجميل عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي الجزائر كانت من الدول اللي تصدت لده وسهمت بقوة في إعادة مصر إلى الحضن الأفريقي الجزائر دولة مهمة جدا في القرى الأفريقية ترتبط بعلاقات وطيدة مع العديد من الدول الأفريقية الجزائر على اشتباك دائم مع القضايا العربية وده يمكن إرجاعه للتاريخ الطويل لنضالي اللي خاضوا شعب الجزائر من أجل تحقيق الاستقلال كل هذه الاعتبارات يجب أن نضحها في الاعتبار ونحن ننصر إلى هذه الزيارة علاقات تاريخية خلينا نقول أن 10 و24 أكتوبر 54 اندلاع الثورة الجزائرية اللي يمكن تحدث عنها بالأمس فخامة الرئيس عبد المجيد تبون مصر كانت الحاضن لهذه الثورة مصر وحدت الفصائل المقاومة الجزائرية في جبهة التحرير الشعبي وجيش التحرير الشعبي الزراع العسكري لجبهة التحرير 55 مصر تبنت المطالب الجزائرية في مؤتمر باندونج 56 وده تاريخ فارق حتى هذه اللحظة هذا النشيد هو النشيد الرسمي لدولة الجزائر هذا النشيد لحنه الفنان المصري المبدع محمد فوزي كرمته الجزائر مؤخرا وأسرة الفنان الراحل محمد فوزي أهدت الجزائر كامل الحقوق لاستخدام هذا اللحن هذا اللحن ألفه شاعر ومناضل جزائري مفتي زكريا ومن خلاله تم بث روح القدرة على الصمود والقدرة على المواجهة وتحفيز الهمم في النضال لتحقيق الاستقلال 57 مصر مصر كانت حريصة على تمثيل الجزائر أيضا في منظمة التضامن الأفروسيوية 58 وده تاريخ فارق مصر استضافت المقر المؤقت لحكومة الجزائر في سبتمبر 58 وظلت مصر على دعمها للجزائر حتى تحقيق الاستخلال في 62 مش الجزائر بس ولكن كل دول الشمال الأفريقية التي كانت تسعى لتحقيق الاستخلال في هذا التوقيت وهذا يرتبط بدور مصر التاريخي في دعم حركات التحرر في هذا التوقيت ويمكن مصر دفعت تمن دعمها للجزائر ولتونس وللمغرب تمن كبير جدا دفعناه في قدرة السردية العدو في هذا التوقيت على جذب فرنسا إلى جوارهم في العدوان السلاسي 56 منذ هذه اللحظات تشكلت علاقة تاريخية تجمع بين الشعبين المصري والجزائري وبين قيادات في الدولتين ازدادت وشائج هذه العلاقة في حرب أكتوبر 73 الجزائر كانت من أكثر الدعمين للدولة المصرية على صعيد المد العسكري بكافة الأسلحة في كافة أفرع الكوات المسلحة سواء في الطائرات في الدبابات في السواريخ في العربيات العربات النقلة ثم استمرت العلاقة بين الدولتين على نحو غير مسبوك من التنصيق كللت في الفترة الأخيرة بالطبع زي ما أشارنا بالزيارة الأولى لفخمة رئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه سلطات الحكم ومؤخرا أهم شركين تجاريين لبعض في القرى الأفريقية مصر والجزائر بتبادل تجاري ببلغ حوالي 1.2 مليار دولار قطاعات عديدة تساحمة دولة مصرية في دعمها في الدخل الجزائري على رأسها قطاع التشريد والبناء ويمكن دعا كسيتو برضو كلمات الرئيس عبد المجيد تبون عندما أشار إلى الرغبة في الاستفادة ووجه بالاستفادة من خبرات الدولة المصرية في المدن الجديدة وفي الطرق والكباري في انعكاس لأهمية ما قامت به الدولة المصرية من طفرة في البنية التحتية الصادرات المصرية لدولة الجزائر صادرات مهمة جدا وتعتمد عليها قطاعات غزائية كبيرة وزرعية كبيرة في الدخل الجزائري مصر تستورد من الجزائر ويمكن من أهم القطاعات المهمة وده يمكن المشكل الوفد الجزائري في وزير خارجية سيد أحمد عطاف اللي كان موجود في زيارة لجمهورية مصر العربية في سبتمبر الماضي والطاقة بمعالي وزير خارجية الوزير دكتور بدر عبد العاطي موجود وزير الطاقة وده أمر مهم جدا جزائر من أهم الدول الأفريقية في الغاز ومن ثم مع تزايد الاحتياجات السوق المصري إلى هذا المكون المهم من الطاقة كان لابد من وجود أتصور وزير الطاقة الجزائري في الوفد الجزائري الرسمي ونأتي إلى التنصيق المصري الجزائري يخطئ كثيرا تتكلم عن العلاقات التاريخية ما بين الدولتين بكل تأكيد لها نعكاسات على حالة الانسجام وتوافق السياسي ما بين الدولتين وفي الوقت الراهن طبعا نحن كلنا بنشوف ما يحدث في المنطقة تحديدا ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة حالة التوافق دي إذا ممكن تنعكس على هذا الأمر يخطئ كثيرا وده شكرا لحضرتك على هذا السؤال اللي بينقلنا بالفعل المساحة اللي أنا عايز أروح لها حسابات خاطئة وحسابات قائمة على تبني وجهات نظر على منصات التواصل الاجتماعي تضر كثيرا بمصالح الدولتين يمكن دي الزيارة التانية للرئيس عبد المجيد تابون عقب توليه الحكم في الجزائر عام 2019 للقاهرة الزيارة الأولى كانت 2022 تدليلا على أهمية موقع جمهورية مصر العربية بالنسبة للجزائر كتنصيق في القضايا الإقليمية المختلفة التراشق على مواقع منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يضر كثيرا بالعلاقات بين الدول التي يجهلها الكثيرون الذين يتحدثون في هذا الأمر على نحو يضر بمصالح الدولتين لما بنتكلم على التنصيق بين الدولتين التنصيق واضح والأسس واضح بالنسبة للقضية الفلسطينية لا تراجع عن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لا تراجع عن منح الشعب الفلسطيني حقه في دولته وعصماتها الكدس الشرقية لا تراجع عن تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية فيما يخص القضايا الفلسطينية فيما يخص القضايا الأفريقية وهي القضايا الشائكة التي تنفجر من حولنا وتهدد الأمن القومي المصري والأمن القومي الجزائري على رأسها القضية الليبية وعلى رأسها القضية السودانية سؤالين في غاية الأهمية ويمكن يتضح التناغم والتواضح الواضح جدا في آليات الحل التي تقوم على احترام السيادة الوطنية للدولتين وأن هذه السيادة الوطنية للدولتين تقتضي أن يكون الحل داخلي الحل داخلي هو حل ليبي ليبي كما ورد على لسان الزعيمين بالأمس وحل ليبي ليبي يقضي بالتواصل إلى توافق بين كافة أطراف الليبية من أجل تهدئة الأوضاع والوصول إلى ما يحقق المصلحة الوطنية للشعب الليبي الشقيق فيما يخص المسألة السودانية لا خلافة بين الدولتين على أن هذه الأزمة باتت تؤرق وتهدد الأمن في القرى الأفريقية ومن ثم لا حل إلا بإعادة الحوار بين كافة الفصائل من أجل التوصل إلى تسوية تقود إلى تهدئة الأوضاع في السودان الشقيق الأزمات المتفجرة ومن ضمنها الأزمة اللبنانية واضح جدا أن هناك توافق على أن الحل يكمن في القضية الفلسطينية وإذا كانت السردية الأخرى تقوم على أنه لا فصل بين الهدفين سردية العدو تقوم على أنه لا فصل بين الهدفين سواء في غزة حركة حماس أو في جنوب لبنان حزب الله فالسردية المصرية والسردية الجزائرية من الواضح تماما أنها قائمة على أن الحل يكمن في فلسطين وأنه ما لم يتم التوصل إلى تسوية هذه الأزمة فامتداداتها وارتداداتها يمكن أن تطال كل الإقليم ويمكن من هنا جاء الطرح المصري اللي كلنا استمعنا له لأول مرة اللي أعلن عنه فخمات الرئيس عفتاح السيسي واللي فيه أشار إلى الخطة المصرية المعنية بمحاولة الوصول إلى هدنة من خلال الاجتماعات التي تدور الآن في دولة قطر بين الأطراف الرئيسية المعنية بإدارة هذا الملف جمهورية مصر العربية قطر الولايات المتحدة الأمريكية ومؤكد ممثلي دولة الكيان أو ممثلي الكيان الإشكالية الكبرى في هذا الإطار أن الطرح واضح وأن الخطوات المصرية واضحة وهي خطوات طلقة تقدير القيادة الجزائرية اللي أشادت كثيرا بالجهود المصرية التي بوزلت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في غزة العزيزة والتي أضرت كثيرا بالقضية الفلسطينية ومن ثم التوافق واضح على أن هذه الخطة ينبغي أن تلقى دعما من الدول العربية وبغية الوصول إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي تقود إلى التسوية النهائية التخوف يظل قائما من تراجع أحد أطراف هذا الصراع كما حدثت خبراتنا على مدار عام منصرم ومن ثم استمرار الأوضاع على هذا النحو بما يهدد باشتعال الأقليم خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع جمهورية إيران والارتدادات التي يمكن أن تحدث حالة تم رضا من الجانب الإيراني ما يهمنا في هذا الإطار التأكيد على أن هناك تقدير كبير من دولة الجزائر للدور المصري ولدور فخامة رئيس عفتاح السيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية هناك إدراك بأن غزة أقرب دولة لها هي جمهورية مصر العربية وأن جمهورية مصر العربية لم تتأخر عن تقديم كامل الدعم من هنا تأتي الرؤية الشاملة للفخامة الرئيس عفتاح السيسي الذي يؤكد أن التواصل إلى هذه الهدنة في هذا التوقيت في غاية الأهمية من أجل فتح الباب مرة أخرى إلى إدخال المساعدات وإنفاذ المساعدات إلى الداخل الفلسطيني الذي بات يعاني كثيرا خاصة ونحن مقبلون على فصول الشتاء بما يزيد من معاناة أهلنا في غزة ويزيد من معاناة الفلسطينيين بصفة عامة لأنه لا ينبغي علينا أن نتوقف عند غزة ولكن علينا أن ندرك أن الضفة أيضا بها أحداث وأن القضايا الفلسطينية باتت في مهب الريح ما لم يتم تكاتف عربي حقيقي خلف القيادة المصرية التي تتحدث بلسان شريف في توقيت في غاية الأهمية والحساسية لمصار هذه القضايا المصرية للأمة العربية نتكلم كمان عن اللجنة المشتركة التسعة ما بين مصر والجزائر والتي ستنعقد في القاهرة قريبا لبحث المزيد من التعاون ما بين البلدين وتم التطرق لها خلينا أقول بالأمس إيه هي اللجنة دي لحضرتك تكلمنا أكتر عنها اللجنة معنية بالتنصيق على المستوى الاقتصادي وتنصيق السياسات بين البلدين في كيفية التعامل بداخل المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية سواء الاقتصادية منها أو السياسية ويمكن ده كان محور اللقاء اللي جمع بين وزيرة الخارجية السيد أحمد عطاف من الجزائر ومعالي وزير الخارجية المصري السفير الدكتور بدر عبد العاطي واللي فيهم بدأ التلميح إلى انعقاد هذه الجولة التسعة لاجتماعات هذه اللجنة وبالأمس تم الإعلان أن هذه اللجنة ستنعقد مطلع العام القادم بنتحدث عن يناير تقريبا يعني ومن ثم أهمية هذه اللجنة في تفعيل الاستثمارات المشتركة في دفع أواصر التنمية في داخل البلدين في تعميق التفاهمات السياسية بين البلدين على صعيد التنصيق في المواقف خاصة أن الجزائر لها دور كبير في تبني المواقف العربية في قلب المنظمة الأم ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومن ثم سيكون لها دورا كبيرا في دفع وتطوير علاقات البلدين على نحو الاستراتيجي المستمر والتنصيق المستمر بين قيادات البلدين على مدى حقبة زمنية علينا جميعا أن ندركها وأن ندرك من هو الذي يستهدف هذه العلاقات ويدربها في الصميم وما هي أحدافه ويجب أن ننصغل ده خاصة أن الدولتين عانت كثيرا من الإرهاب ومن التنظيمات التكفيرية ومن التنظيمات المسلحة ويمكن ده أحد المحاور المعنية بمنعشتها اللجنة خاصة في دوق تصاعد مرة أخرى تهديدات هذه التنظيمات في الداخل منطقة الساحل والسحراء الأفريقية وفي الشرق الأفريقي في الكرن الأفريقي من المهم أن ننتبه لكل هذه العوامل إذا كنا نرغب في تحقيق الاستقرار الذي يقود إلى تحقيق التنمية ومن ثم هذه اللجنة منوط بها أدوار كثيرة في الفترة القادمة من أجل إعلاء المصلحة الوطنية للدولتين وتحقيق الأهداف المشتركة بينهم صحيح حالة الاستقرار كمان في الدولتين بكل تأكيد لها إنعكستها على القضايا في المنطقة بشكل عام وليها إنعكستها كمان على الأوضاع الاقتصادية في كل البلدين كل شكرا لحضرتك لأستاذ أحمد ناجي أمحا رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لأستاذ محمد شكرا لأستاذ بسانت شكرا لك يا فندي من عورتنا وصرفتنا